روجر ديل رسام انجليزي يعيش في مدينة ستراسبورغ الفرنسية له فلسفته في الحياة فهو يراها وكأنها حلبت مصارعة وعليه الانتصار في كل مرة يقوم بجولة حتى في رسم لوحاته وكأن هذه اللوحات هي خصمه الذي يجب أن ينتصر عليه فيجهز أدواته ويلبس قفة ذاته يقف أمام ما يريد رسمه وهكذا تبدأ الجولة هل يوجد علاقة بين الرسم والحياة والملاكمة؟ الملاكمة هي عجوزة ويعتقد أن عجوزة هي ع生ياة ويعتقد أن عجوزة في الأمر أماماً هي عجوزة لذا فعلة عجوزة بطريقة بطريقة لأنه يقف بطريقة بطريقة عجوزة لأنه يقف بطريقة عجوزة يوجد عجوزة بطريقة عجوزة ويعتقد أن تفعله لا يوجد عجوزة لذا فعلتك إذا فعلتك أنت تفعله أمام ما يفعله وإذا فعلتك لا تفعله، لا تفعله ويجب أن أتبع الإمام منه كلمة قد لا تفعله بطريقة عجوزة أحبت إلى هذه الملاكوزة أحب أن أحبت أن أفعل هذا المسلم أحبت أن أفعل الأمام التي تفعلها وأن أجب السمبر بردية الملاكوزة لأنني هي ملاكوزة لأنني أفعلها ويقل أن تفعلها موسيقى المترجم للقناة هي جديدة من المترجمات في المترجمات المترجمات من المترجمات 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 لتقوم بها جميلة وعلى الناس من المترجمات المترجمات وضحة التعامل أصبح التعامل وكنت لا لدفع من المخباحة ونصفة التجارة المعلومة ونعمل تقديم في محارات الارضة تقدم من اللعب افراد في غاية السماء مفترضتي بالمانسى بل أفضل على أفضل قطعنا ولكنهم لن لا ننجح أن نقضي وانت تقديم في كلام نحن 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 يدرس روجر الفن التشكيلي في أحد جامعات استراسبوغ إلى هنا فالأمر عادي ولكن لروجر أسلوبه الخاص والمختلف إلى حد ما أنت كأستاذ رسم هنا في استراسبوغ لك أسلوب خاص للتعليم تعلاميذك الرسم أليس كذلك؟ لدي مسبقاً لاحقاً للتعليم وهو يتعلق بمعارضة في الأسلوب بمطلقين وكتابعهم لماذا؟ لنرى كيف سيعتاد ونرى أنهم سيظهر بكتابع كيف ستعتاد نحن 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 يرسم روجر لوحاته مستوحى من الطبيعة وغالبا ما يكون ضوءا في الوسط وكأنه يبعث الأمل للإستمرار يجب أن تتحدث يجب أن تتحدث نعم، سأبسل حتى الثاني شكرا للمشاهدة